اهلا بكم ما زالت قوى العملية السياسية تحاول إقناع أو بالأحرى إيهام الرأي العام في العراق بأن المشاركة الفعالة في انتخابات شهر حزيران من العام 2021 هي السبيل الوحيد فقط لتغيير الواقع المزري الحالي بينما يرى المراقبون ومعهم الأغلبية الساحقة من العراقيين أن تجربة الانتخابات السابقة في العراق التي بنيت على المحاصصة الطائفية والفساد والمحسوبية لا تنب بأي تغييرات جدية لأن راعيتين العملية السياسية في العراق واشنطن وطهران لديهما مصلحة قوية وراسخة في بقاء الوضع في العراق على ما هو عليه الآن تشاركهم هذه الرغبة الميليشيات الطائفية ذات السطوة والنفوذ الأقوى في عراق ما بعد العام 2003 قدرة الانتخابات البرلمانية على تغيير واقع العراق الحالي والمزاج الشعبي الناقم على كل قوى العملية السياسية هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار وسنطرح فيها للأسئلة التالية ما الذي قدمته الدورات السابقة من الانتخابات للعراق وشعبه حتى تقدمه الانتخابات البرلمانية القادمة في شهر حزيران ألم تكن الانتخابات السابقة كلها مجرد وسيلة لتدوير فاسدي العملية السياسية وزعماء الميليشيات وليس تداولا سلميا حقيقيا وجديا للسلطة ولماذا صعد شركاء العملية السياسية من خطابهم السياسي الطائف في الآونة الأخيرة وقبيل موعد إجراء الانتخابات البرلمانية في السنة القادمة ومن سيضمن نزاهة الانتخابات البرلمانية الجديدة في ظل سطوة سلاح الميليشيات وفرق الموت الطائفية الخاصة ولماذا يرجح المراقبون أن نسبة المقاطعة الشعبية للانتخابات القادمة أو الجديدة ستكون ضربا من الفضيحة السياسية المدوية لمشروع الاحتلال ضيوف الطاولة رافع الفلاح عبد الحميد العاني قحطان الخفاجي إهام الشارع العراقي بالتغيير وتبديل الوجوه بأخرى تنتمي لنفس الدائرة واستثمار الوقت وتعليل العراقيين بآمال زائفة هكذا لخص معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى ما هي الانتخابات المبكرة في العراق مؤكدا أن الأحزاب ليس لديها نية في التغيير الحقيقي إضافة إلى غياب الأطر القانونية لهذه الانتخابات والأهم من ذلك استناد الانتخابات للمرجعية السياسية الفاسدة الممتدة حتى عام 2003 معوقات راهنة لإجراء انتخابات مبكرة وغياب للنزاهة وضبابية في قوانينها وهذا ما أكده عدد من النواب والشخصيات السياسية تلك أمور من حيث المبدأ جعلت عددا من السياسيين وممثلي الكتل لا يقتنعون بهذه الانتخابات فكيف سيقتنع بها الشعب العراقي الرافض للعملية السياسية أصلا وبالعودة إلى انتخابات عام 2018 يظهر جليا حجم المقاطعة الشعبية للانتخابات حيث بلغت أكثر من 80% وإن كان هذا الحال قبل انطلاق ثورة تشرين فما بعدها سيشهد مقاطعة شعبية شاملة للانتخابات قد تتجاوز 90% وتبقى محصورة بالأحزاب والمقربين منها مجنون الذي يطلع ينتخب لأن نفس الوجوه الذي دمرت البلد نفسه مع القيناة الصور المعضلة الكبرى التي لا تريد الأحزاب والكتل أن تفهمها أن الشعب العراقي فقد الثقة تماما بالعملية السياسية وخصوصا في ظل سطوة الدولة العميقة فبات الشباب يفكرون بالتغيير خارج الإطار المؤسسي كما أن الفهم الشعبي للدولة العميقة هو أن الميليشيات تسيطر على مركز القرار السياسي وبالتالي حتى لو أنتجت الانتخابات تغييرات في هيكل سلطة الحزب السياسي فإن الدولة العميقة ستستمر معادلة التغيير مستحيلة الحل داخل الصندوق السياسي الحالي ولا خلاصة إلا بالبحث عن حلول خارج هذا الصندوق المصنوع بشراكة إيرانية أمريكية أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة من طاولة حوار والتي ستبحث في قدرة أو جدية الانتخابات القادمة على إحداث تغيير مأمول في العراق ضيف طاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب الباحث السياسي ودكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسمهية علماء المسلمين في العراق سيكون معنا عبر اسكايب الدكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية مرحبا بالضيوف الكرام جميعا دكتور رافع الفلاحي قوى العملية السياسية ما زالت تحاول إقناع أو إيهام الشارع في العراق أنه المسار الوحيد لإجراء تغيير في العراق وانتشار البلد من هذا المأزق هو بالانتخابات الذهاب إلى الانتخابات وصناديق الاقتراء هو هذا السبيل الوحيد في بلد ديمقراطي ويتم تداول السلطة فيه سلميا ست انتخابات جرت من 2003 إلى اليوم ما الذي قدمته هذه الانتخابات حتى يقتنع الرأي العام في العراق أنه فعلا ثمت جدوى من المشاركة الفعالة في الانتخابات البرلمانية بسم الله الرحمن الرحيم أستاذ ماجد يعني هو فعلا القول بأن الانتخابات هي مسار حقيقي للتغيير لكن ليس في العراق في البلدان التي فيها ديمقراطية البلدان التي تحترم إنسانها تحترم حقوقها فيها أحزاب حقيقية فيها حياة حزبية فيها نظام مستقر فيها أمن مستقر فيها اقتصاد مزدهر هذه عندما تتحدث أن الانتخابات فعلا للتغيير الشكل الذي لا يعجب الشعب هذه فرصة نعم والشعب يغير دائما وشهدنا والتجارب موجودة في كل العالم الديمقراطي والعالم الذي يحترم الإنسان لكن في العراق العراق تجربته مريرة هذه التجربة الرثة من عام 2003 لحد الآن تجربة مريرة تجربة تكاد تكون يعني نموذج يدرس أو يدرس في العالم للسوء الذي وصل إليه شعب وبلد في العالم يعني هذه الحقيقة فساد وخراب ودمار وطائفية وقتل وتهجير ومهجرين وسلب لكل الإمكانيات والقوة البلد على حافة التقسيم وحافة الخراب والدمار منتهي البلد في كل شيء سرق منه أكثر من تريليون دولار هذه كلها الوضعية أمام المواطن والأحزاب التي حكمت من عام 2003 لحد الآن هي نفسها والظروف والمناخ والأرضية لم تتغير نعم نحتاج إلى التغيير وهذا ما يعني يلحون عليه لكن ذهاب للانتخابات على الأقل على الأقل على الأقل أنا نقول يحتاج إلى أربع شروط على الأقل مهمة جداً يجب أن تتوفر في العراق لكي يفكر الإنسان لا أقول يذهب لكن يفكر أن يذهب للانتخابات يقبل بها ولا يقبل بها لكن يجب أن تتوفر أربع شروط وهذه الأربع شروط أولاً الانتهاء من الميليشيات القضاء على الميليشيات اللي لم يتم بالقضاء على الميليشيات فلا داعي الحديث عن عن الانتخابات الشرط الثاني هو حصر السلاح بيد الدولة اللي لم يتم حصر السلاح بيد الدولة فلا حديث عن الانتخابات لأن الانتخابات ستكون محكومة بالسلاح والميليشيات الشرط الثالث بناء اقتصاد مهم وقوي قادر أن يستوعب كل الطاقات المعطلة في المجتمع قادر أن يستوعب البطالة الموجودة بالشباب هذه ملايين الشباب والشابات الآن العاطلين الذين يتظاهرون هؤلاء يستوعبهم ووفر لهم رزقاً وحياة جديدة ويوفر أيضاً فرصة للذين يتركون السلاح لكي يعملوا في تفاصيل هذا الاقتصاد في تشرعاته في كل فنونه الشرط الرابع المهم سيادة القانون إن لم تكن هناك سيادة القانون تحمي الناس اللي يقفون ضد الفاسدين ضد المقربين ضد الخارجين على القانون إن لم يكن هناك قضاء وعدالة وقانون يحمي هؤلاء فلا داعي هذه الأربع شروط لم تتحقق في العراق لحد الآن والمدة الباقية للانتخابات ليس أكثر من ستة أشهر ربما في شهر السادس في حزيران القادم في ستة أشهر غير كافية بالمرة غير قادرة وحتى لو أعطيتهم سس سنوات أخرى في ظل هذا الظروف وهذا النظام لن يفعلوا شيئا أعطيهم ستين سنة ومسة سنوات بالعكس سيركزون وسيرسخونه هذا الوضع القائم هذا الوضع السيء النشاز اللي موجود بالعراق فبالتالي أنت ذاهب إلى انتخابات بنفس الظروف السابقة اللي حضرتك تحدثت عنه جرى ستة انتخابات لم تغير شيئا أوجدت بالبلد إلى هذا الحال السيء المواطن العراقي ليس مواطنا سهل وهذه نقطة مهمة أشكر لك دكتور وصلتنا إلى تنحيلها على دكتور دكتور عبد الحميد العاني دكتور كل الانتخابات السابقة الحقيقة كانت تسير بالبلد من سيء إلى أسوأ مع كل دورة تسير من سيء إلى أسوأ ربما الوضع سابقا أفضل من اللاحق ستة دورات لم تقدم شيء نفس الوجوه التدوير لنفس الوجوه السياسية اللي شاركت في العملية السياسية عام 2003 بعد كل الذي جرى أيضا قوى العملية السياسية أيضا تخاطب الرأي العام في العراق بالمشاركة في الانتخابات هل هذه القوى تعتقد أن الناس لا زالت إذا سميت بين قوسين بحسن ظن بسذاجة كما كانت في السنوات السابقة هناك حراك شعبي هناك تدارات في الشارع ضد العملية السياسية ومع ذلك ما زالت القوى تخاطب الرأي العام بجدوى العملية السياسية الخيار السياسي الوحيد أمام العراق هل هي نوع من السذاجة انفصال عن الواقع المعاش في العراق فعلا يعني هي انفصام عن الواقع ومناقضة للواقع والعملية السياسية ومن جاء بها كل ما قاموا به هي بعيد عن الواقع وربما تحدثنا في حلقات سابقة أن أرضاب العملية السياسية أدوات هذه العملية دائما هم في واد بعيد عن وادي الشعب وما يريده المواطن العراقي الانتخابات مثل ما ذكر الدكتور قبل قليل في كل العالم هي وسيلة وسيلة لإخراج من يمثل هؤلاء الناس من يريده الناس يكون هكذا أما في العراق فهي عبارة عن مسرحية وعباءة يتستر بها الفاسدون والمجرمون لبقائهم في هذه المناصب بقائهم لأنهم نصبوا تنصيب ولم يتم اختيارهم في المرة الأولى حتى يعاد اختيارهم في المرة الثانية الوجوه الموجودة اليوم ربما تغيرت جزئيات لكن هذه الجزئيات هي ضمن كليات اختارها الحاكم المدني بريمر في اليوم الأول في أندمة يعني استلم الحكومة أو الإدارة المدنية السلطة المدنية في العراق ومجلس الحكم في وقتها 25 وما جرى من بعدها وكله تولد وربما تشضي لبعض الجهات التي شاركت فيه ووافقت على الاحتلال لا يزال هؤلاء الأدوات العملية السياسية هي تدرك يقينا أن الشعب لا يريدهم والأرقام والإحصائيات تدلل على ذلك وخير مثال الانتخابات الماضية التي تمت مقاطعتها بأكثر من 80% 82% تقريبا وخلال هذه المدة كلها تظاهرات ملأة الشوارع العراق كله وانتفض عدة شرائع عراقية والوضع تردى أكثر مما كان علي عامل في 2011 الوضع تردى حتى بالنسبة لهم بالمناسبة الوضع بالنسبة للشعب العراقي هم لا يبالغون بترديه أو عدم ترديه لكنه حتى تردى بالنسبة لهم لا يعني تناقصت حجم الفساد لم يستطيعوا في السنوات الأخيرة أن يحصدوا مثل ما كانوا يحصدون سابقا ليس بسبب نزاهتهم وعفتهم ولا بسبب أنه تراجعوا أهنذا أو غيروا من هذا المنهج لكن بسبب تراجع الواردات التي دخلت إلى الشعب العراقي لكن هي بالجملة الخاسر الأكبر هو الشعب العراقي هم يدركون ذلك لكنهم يكابرون كما في كل مرة فهم كأنهم ينادون في هذه التصريحات أو في هذه النداءات أو في هذا الطلب للمشاركة بالانتخابات هم يكذبون الكذبة ويريدون أن يصدقونها وهم أيضا في نفس الوقت ربما يخاطبون المجتمع العالمي كنوع من الخديعة الذي للأسف أيضا المجتمع العالمي بالنسبة له دور في الإبقاء على هؤذاء المجرمين والموافقة على هذه المسرحيات رغم أنها الكل يدرك أنها مسرحيات كاذبة وأن التزوير باعترافهم موجود في كل الانتخابات الماضية نعم دكتور قحطان الخفاجي أولا مساء الخير مساء الخيرات والبركات لك للقناة والمشاهدين والعضوين في الكرام أشكرك دكتور الكل يتخوف الكل يشكك عن الانتخابات التي ستجري في شهر حزيران من العام 2020 لن تختلف عن سابقاتها لأسباب كثيرة طبعا النقطة الأهم الآن التي تثار في قضية إجراء الانتخابات هو أن هذه الانتخابات ستجرى تحت سطوة سلاح الميليشيات بنادقها حرابها بكيسياتها وبالتالي فهذه الانتخابات محكومة سلفا أنها للميليشيات الميليشيات يعني مثلا ميليشي العصائف في عام 2014 في برلمان 2014 كان لديها مقعد في 2018-15 مقعد هناك من يرجح أن الميليشيات ستستحوذ على كل مقاعد البرلمان بفوهت بندقيتها فعلا هذا التخوف في محلة أم ربما مبالغ به أكرر أحبك أخي العزيز وبالضيب الكرام والمشاهدين الكرام أقول هذا إذا حصلت انتخابات يوم حزران ستة حزران 2021 إذا حصلت هناك مؤشرات كثيرة قد تحول دون أن تكون هناك انتخابات ولا في موعد للحق ولكن نعم كل الدلالات تشير إلى أن الحراب وأن لغة القوى ولغة القدل والبطج هي الآن سيدة الموقف وأن الواقع الحالي يثير إلى ذلك بحيث هناك تسيد كامل بهذه المجامع القرار السياسي والقرار الأمني والقرار القضائي وكلنا يعرف كيف حصل عندما مسكت قوة عسكرية بعض الناس التي كنات صحيحة على أماكن معينة في داخل المنطقة الغبراء وليس الغضراء كيف خرجت الطاقة الكبيرة في بغداد تندد بالحكومة وكيف ديسة بصور أعلى مسؤولة بالأقدام إذن نحن أمام قوة أخرى غيره والذي يدرون أنها ستتحكم بالانتخابات قضائيا أو قانويا أو عسكريا منطقيا هذا واحد حجم الترابط ما بين هذه المجامع مجامع القتل والبطش وبين القوى الخارجية هذا الترابط ما عاد لا مخفى على أحد ولا عاد ممكن يكون بشأن التواري هناك إعلان واضح وهو جزء من صراع إقليمي دولي بين إيران وبين أمريكا إذا نحن مقبلونا على انتخابات أساسها السلاح والبطش ولكن عمقها وآياء آلياتها ونتائجها ستكون العراق في أحدى الخنادق وبتأكيد الفندق إيراني مقابل الخندق الأمريكي وهنا المشكلة الكبرى التي حتى تكون أكبر من القتل الذي قد يطال بعض العراقون إذن نحن عراقي نعفو إذن نحن أخي العزيز أمام مأساة قادمة وليس ما يسمى بانتخابات القادمة نعم دكتور ذكرت في بداية حديثك أن هناك ثمة مؤشرات أو ثمة مؤشرات على تعذر أو استحالة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في شهر حزيران من العام 2021 ما هي أبرز هذه المؤشرات على تعذر إجراء الانتخابات برأيك؟ هناك مؤشرات ضمن العملية سياسيذاتها بدءاً بالخلافات البينية رقم واحد اثنين موضوع المحكمة الاتحادية وهي سيغة أساسية هذا الموضوع والشيء الأهم منها وذاكه إن أرادوا أن يلعبوا من لا يرغب الانتخابات باللعبة قانونية ضمن القانون القائم هو أن رئيس الوزراء الكاظمي لم يستشر البرلمان في هذا الموعد وهذا الموعد إذا ما ردني حقا لابد أن يقدم قدم البرلمانيون أو البرلماني يقدم استقالته قبل شهرين وفي الدستور المهزلة ليس هناك مجال لهذا النظوم وهذه الآلية وممكن أن البرلمان لا يقدم هذه الاستقالة وبالتالي لا تكون هناك انتخابات إذن هناك دواب تأخذ عملية سياسية إذا ما أراد أصحابها أن يعملوا بجوءها ممكن اثنين الخلافات البيتية الكبرى بين التصراع بين الأمريكي والوجود الإيراني في العراق الذي تنامى كثيرا والآن أمس على وشك أن يصدر قرار من الكونغرس الأمريكي أو من الجهة العلية الأمريكية ضد فصائل فعالة في العملية السياسية كبدر حيث المثال وعصائب للحق عقوبات العقوبات وميليشيا بدر أيضا مرشحة أن تدرج يعني هناك تسريبات على قائمة المنظمات الإرهابية هو بالتأكيد بدر وعصائب وفصائل أخرى لأنها مفتوحة إذن نحن أمام حالات أخرى داخلية وخارجية تحول دون هذا الانتخابات نعم أشكرك دكتور رافع الفلاحين شركاء العملية السياسية عادوا من جديد إلى الخطاب الطائفي المفروض كنا نسمع أننا غادرنا المربعات الطائفية الخطاب الطائفي النزعات الطائفية عادوا إلى خطاب الخطاب الطائفي بشكل يعني أوضح وكان يعني العودة الفجة بشكل كبير هو دعوة مقتدى الصدر لترميم البيت الشيعي مقتدى الصدر الذي قدم نفسه على أنه الرجل الوطني راعي الإصلاح كبير المقاومة أو زعيم المقاومة الوطني الذي لا يلتفت إلى أي توصيفات طائفية الآن عاد إلى بيت أحمد الشلبي البيت الشيعي يعني هذه نعم معزق معزق كبير حقيقة ويفضحهم ويفضح كل هذه العملية السياسية ويفضح كل هذه الديمقراطية والحرية التي تحدثون به لأنه من أساسيات الحياة السياسية أن المحاصصة الطائفية والإثنية لا تستوي مع الديمقراطية والحرية لا يمكن أن تأتي بالإثنية على سطح الواحد مستحيل هذا لا يمكن لا يمكن أن تأتي بمحاصصة طائفية وإثنية وتقسيمات من هذا الشيء مع الديمقراطية لا يمكن وعندما كنا نتحدث وكان الناس تحدث بهذه القضية كانوا حتى جماعة مقتدى هذا الآن الذي يدعو كان يقولون أن الوضع غير مستقر ونحن نعم يعني ضد المحاصصة وأكثر من مرة هو يعني يصرح هكذا ويصرخ أنه ضد المحاصصة ولا يريد المحاصصة ويريد حكومة تقنقراط ويمشي مظاهرة كبيرة مليونية ويعبر جسر الجمهورية ويجلس بالخيمة الخضراء أنه ضد المحاصصة حتى يجيب حكومة تقنقراط غير مرتبطة هذه كذبة كبيرة الآن الآن الدعوة إلى عندما أفل إسم مقتدى الصدر عندما وجد حاول أن يضبط الشارع بقوة السلاح بقوة هذا ما يعتقد هنا أتباعه سيغزون الشارع ويخيف الآخرين يرهبهم بعد أن انتهوا من التظاهرات هكذا يعتقد انتهوا من ثورة تشرين هكذا يعتقد وهذا اعتقاد خاطئ أراده وذهب إلى الناصرية وقتل مجاميع كثيرة ومثل ما فعلها في النجف وكربلا في بغداد كثير فعلوها بعد هذه لاحظة أن القضية أكبر من قدرتها على أن يسيطر عليها فبالتالي يجب أن يتحالف طائفيا العودة إلى هي ليس عودة لكن الإعلان عن المحاصصة بشكل واضح الآن انتماء إلى المحاصصة الطائفية بشكل واضح تعالوا إلى البيت الشيعي نرمم البيت الشيعي ونعمل ميثاق شرف عقائدي وسياسي نعم عندما يكون عقائدي هذا الجانب الطائفي وبالتالي سياسي حتى ندخل العملية السياسية موحدين بهذا الاتجاه منتخبين رموزنا الأقوياء الذين هم سيتصدون العملية وسيمسكون بتلابيب وأنا أقواهم هكذا يريد أن يقول الأطراف الأخرى هو يعتقد أنها ستنصع له لأنها أساساً مرفوضة من الشارع وضعيفة فقدت كثير من قدراتها بالتالي هو يعتقد هو الأقوى هو القادر على أن ينفذ المطالب الإيرانية بشكل قوي جداً هو يعتقد أنه استطاع أن يقضي على الثورة وهي لم يستطع هذه وهم من أوهامه وهذه الشلة التي يعني حولاً لتصور له هذا الأمر وهو يعتقد بعقل الصغير والبسيط أنه هو قادر على هذه المسألة القضية لا تتعلق بقضاء على الثورة الثورة فكرة وواقع حال في نفوس العراقيين أهل العراق يرون العراق من سيء إلى أسوأ يوم بعد يوم والميليشيات تتحكم به وتبطل وتذبح وتسلب وبالتالي هي من تتحكم أنا أي ديمقراطية تتحدثون وأنتم ذاهبين إلى المحاصصة بشكل فج وشكل واضح بهذه الطريقة فإذن أي انتخابات تريدونها إذن هو أسقط فكرة الانتخابات الديمقراطية الحرة التي الشعب سيفوز بها من البداية أسقطها بغباء أسقطها عندما قال أنه يريد يتحالف ويرمم البيت الشيعي ويسوون ميثاق شرف عقائدي وسياسي بالتالي هو أسقط هذه النظرية أنه تعالوا يذهبوا إلى الانتخابات واللي يفوز بها هو ليحكم العراق لا هذه القضية هو يريد أن يقول نحن هذا الاتلاف الشيعي سندفع بالقوة الأساسية التي هي قوتة إلى الانتخابات وسنفوز بالانتخابات ونأخذ البلد بأيدينا في نفس نقطة الانتخابات دكتور عبد الحميد العاني هناك أيضا أو ثمت دعوات من البعض تطالب المتظاهرين بتشكيل كيان سياسي والمشاركة في هذه الانتخابات حتى هذه التضحيات التي قدمت منهم من الدماء والأرواح تجسد بمنجز بفاعل سياسي على الأرض لو خطى المتظاهرون هذه الخطوة هل فيها مصلحة لهذا الحراك فيها مصلحة للبلد وأهله قادر على إحداث التغيير فعلا إذا تورطوا في العملية السياسية وانتخاباتها طبعا نحن في هيئة علماء المسلمين والعديد من القوى الوطنية موقفنا واضح منذ اليوم الأول لهذه العملية السياسية نحن ليس ضد الانتخابات بشكلها كمبدأ كعملية كنظام أو كطريقة من طرق الوصول إلى السلطة لكن نحن ضد أنه تكون ضمن هذا الإطار في الإطار العملية السياسية الموجودة الحالية في قوانين مجحفة ومحاصصات وسلاح منفلت كما ذكر قبل قليل الدكتور رافع الآن أنا هذا موقف واضح لكن أنت سألتني الآن عن المتظاهرين والقوى الوطنية هي جزء من هؤلاء هذه التظاهرات المتظاهرون عبروا عن موقفهم بشكل واضح هم ليسوا ضد وجه أو ضد شخص في هذا المقعد حتى يتنافسوا معه للوصول إليه هم ضد هذا الإطار بكله ولذا هذه العملية الانتخابات لا بد أن تكون تجري حتى تؤدي النتيجة التي يرجوها الشعب العراقي لأنه يصل من يمثلهم ذكر الدكتور شروط وأنا ربما أعيد صياغتها بشيء آخر أنه يجب أن يكون هناك حرية فعلا للمواطن أن يختار لا يجد سلاح موجه إلى رأسه أو ميليشيات تهدده وتجبره على اختيار فلان أو فلان ولا يجد مال سياسي فاسد يشتري هذه الأصوات لا يبدأ أن يكون هناك حرية أفن الثاني النزاهة نزاهة القائمين على الانتخابات نزاهة الذين يشاركون فيه اللجان إلى غير ذلك الأمر الآخر اللي هي القوانين القانون كقوانين جزئية اللي هي قوانين الانتخابات والآخر وهو الأهم اللي هو الإطار العام النظام السياسي لأنه الشعب الآن وقالها المتظاهرون لو وصل الآن أي رجل نظيف إلى السلطة فرضا بالخطأ دخل في الانتخابات وفاز وحصل مقعد ماذا سيستطيع أن يفعل؟ الإطار القانوني الذي يتحكم به لا يستطيع أن يغير منه شيء إذن العملية هي ليست قضية جزئية وإنما القضية الكلية هو الأساس نعم دكتور رقح طال الخفاجي بالعودة إلى نقطة عودة أو تفعيل الخطاب الطائفي من قبل قوى العملية السياسية في هذه المرحلة وكان أوضحها دعوة مقتد الصدر لترميم ما يسمى البيت الشيعي هل يعتقد طائفيو العملية السياسية جميعا أن العودة إلى الخطاب الطائفي إلى العمل الطائفي إلى الممارسة الطائفية هو الحبل الأخير لإنقاذهم من هذا المستنقع الكبير الذي وقعوا فيه وأوقعوا البلد فيه خلال عقد ونصف العقد من الزمن نفس الطائفي أو السلوك الطائفي وأساس تذكيرها عن مجامع منذ البداية كل الأحزاب السياسية الدينية المذهبية الطائفية تقوم على أسس طائفية وتخندقات ضيقة والدعم ما دعت خلاف ذلك إذا طبعا عملية السياسية بدأت بحص مذهب طائفي 100% بدأت من ما يسمى البيت الشيعي وعجبي أن يكون البيت الشيعي يؤسس أحيانا على شخص علماني لا علاقة له أساسا بالدين ورجل معروف سلوكيات الشخصية والتجارية وغيرها ثم الآن يتبنى ذات البيت رجل الدين أيضا خلاف ذلك شيء الآخر عندما بدأت العملية السياسية بدأت تخندقات طائفية والقتال المذهب الطائفي البيني في الشرع العراقي كان إرادة لهذه القوة السياسية حتى تفضل القنادق وتقطع مناطق أبصال قطعتها مناطق أوطال فشلت هذه المجاميع خسرت حتى ما يسمى عمقها المذهب الطائفي هذه تحاول أن تعيد الكرة ثانية علّها تحظى ببعض الوجود الفاعل أنا أقول فرأي شخصي أن هذه المجاميع خسرت في المرة ومساعيها لذلك الذي يسعونه إليه وهو إنقاذ ما يسمى بين قوسين بيت الشيعي هي وحكة على الضقون وهي وحكة خاصة مواد لماذا؟ أولا الخلافات البنية بين القوة السياسية ما يسمى الشيعية عميقة جدا والانتماء الذاتي الأناني لهذه الأشخاص هو أكبر من التماء العقادي واحد اثنين العمق الشاعبي لهذه المجاميع انتهى ودلع ذلك أن مناطق المتسمى الشيعية بجنوبية قامت بما قامت وبعدل على تنصلها من هذه المجاميع إذن المحاوة تعادل ذاتي هذه الآلية هي مجرد الشيء الوحيد بالنسبة لهم ولكن هل يجدون شيئاً؟ أنا أتوقع لن يجدون شيئاً نهائياً ودلع ذلك أن علاقة تغيير احتواء ساحات الحبوبية وسواها باسم البعد الشيعي وباسم صلات الجمعة أو صلات السادة أو ما شاء ما ذلك انتهى من أبناء هذه المناطق بعد سويعات أو بعد ثواني من عملية التي ذهبوا لها إذن نحن أمام محاولة ذاتية لهذه الأحزاب لإنتاج نفسها ولكن أدواتها أتوقع أرى بسم يدها الأعياء لذكرهم ولأهلية قدح الآخرين تلاشت الشيء لهذا وذاك أن ارتباطهم بالقوة الخارجية تضحت تصر إيران وإيران وسلوكها حيال العراق تضح للشعب العراقي إذن عندما أقف إلى جانب هذه المجاميع لأجل ماذا؟ لأجل إنقاف ذاتي لن تنقذ ذاتي كنتم يا قاتل الشيعة لأجل أن نستعين بطرف كاندي يمكن أن يعين البلد الطرف الخارجي تحكم البلد خلال 20 عاما وأوصل البلد إلى أسوأ حالة ما هو عليه إذن في رأيي الشخصي ليس هنا تجأت كهن ولا تهجم المباشرة ولكن بجلالات المدخلات التي نقرأ بها المخرجات إذن نحن أمام حالة إعادة الذات ولكن خرجت الأمر وعادة الأوراق خسرانه كمن يلعب بأوراق المكشوفة للخصم أشكرناك دكتور مشاهد كرام توقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعاود إكمال النقاش في هذه الحلقة من طاولة حوار مع ضيوفنا عن قدرة الانتخابات أو جديتها في إحداث تغيير ما في العراق الانتخابات طبعا البرلمانية القادمة المزمع إجراؤها في حزيران من السنة القادمة نتوقف عند الفاصل ثم نعود لإكمال النقاش فابقوا معنا ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم مرة أخرى مشاهدين الكرام في هذه الحلقة من طاولة حوار والتي تبحث في قدرة الانتخابات القادمة على إجراء التغيير المأمولة والمنشوط في العراق ضيوف طاولة دكتور رافع الفلاحي والدكتور عبد الحميد العاني والدكتور قحطان الخفاجي دكتور من عام 2003 دكتور رافع الفلاحي إلى حد هذه اللحظة قوى العملية السياسية القوى الطائفية الميليشيات يعني استحوذت على الجمل بما حمل وحتى وصلنا إلى هذه النقطة المخيفة والمريعة من الانهيار انهيار سياسي انهيار أمني انهيار خدماتي انهيار الآن مالي وقتصادي رواتب حتى ماكو جائحة كورونا تظاهرات عارمة في الشارع ثورة تشرين مقاطعة الانتخابات 83% هل تتوقع أن هذه القوى في الانتخابات القادمة قد تضحي بجزء من مكاسبها ومغانمها التي استحوذت عليها في المرحلة الماضية يعني على الأقل حتى لا يذهب الأمر كله يعني تتمسك ببعضها وتترك فسحة للآخرين قد يغيرون آخرين قد يأتون فيغيرون مستعدة أن تقدم تضحي ببعض من مكاسبها إدراكاً لهذا الواقع المنهار في العراق واقعها وواقعها حتى واقعها وواقع البلد أبدان أستاذ ماجد لأن العقلية التي تحكم هؤلاء العقلية المسيطرة على فكرهم تصرفاتهم رؤيتهم الإطار الحاكم لا يعمل بهذه الطريقة هم ربما يريدون أنا وأنت ودكتور عبد الحميد وكل العراقيين أن نذهب معهم فيوزعون علينا الهبات نعم يوزعون علينا جزء أما أن نكون في الطرف الآخر وممكن أن نأخذ مكاسب غير مسموح بها هذا أولا ثانيا قبل قليل كان الدكتور عبد الحميد يتحدث قال أنه يعني المكاسب لهم قلت وهذه حقيقة واقع الحال هذا يعني سرقتهم ليست مثل السابق ليس لأنهم مثل ما قال الدكتور أكثروا نزاهة الآن أكثر شرف أكثر لا لا لم يبقى شيء أسرق حتى أن بقي لكن عدد اللصوص الخارجيين زادوا وعدد اللصوص اللي بالداخل زادوا نعم فتقسيم هذه الأموال زادت على الآخرين فهم غير مستعدين الآن أن يقاسموا أطراف جديدة بما يكسبوه وما يعتقدون الآن قليل رغم أنه يساوي كل حياة العراقين هم يسرقون كل العراق لكن مع ذلك غير مستعدين أن يقاسموا وهذا جزء من غباءهم وعدم قدرتهم لهذا السبب نحن نتساءل والبعض يتساءل من الخارج والداخل يعني كثير عندما تلاقي أحدا غير عراقي وتقول هذه تجربة العراق بعد 11 سنة وهذه الأموال التي جاءت يستغرب يعني هل يكذبك أنه ذول ما استطاعوا أن يبنوا شيئا أم ماذا فبالتالي عندما يطلع على الواقع يجد أنه الفساد والخراب والدمار هذا منهج فهذا منهجهم هذا منهج حياتهم هم متمسكين به السرقة والفساد والخراب هذا جزء من منهجهم وهذا وهذا هو مشروع الاحتلال هذا المشروع الذي يؤدي بالعراق وهم متبني وهم حراس له لا يمكن أن يتخلوا عنه لذلك هم ذهبوا الآن للمحاصصة القتل قبلها للذبح لهذه الميليشيات التي تجوب لمحاولة القضاء على أي ثورة أي معارضة أي صوت يخالفهم والذهاب إلى الانتخابات الانتخابات على ذكر الانتخابات هم كانوا بالبداية عندما قالوا انتخابات مبكرة الكل كان يرفضها الآن يقبلون بها نعم يعني حتى على استحياء البعض يقول ربما لا يرفضها يقول ربما لا نستطيع أن نحققها مثل النور المالكي لكن في كل الأحوال هم يقبلونها لأن القانون الانتخابات التي سنوهم ونفسهم الفاسدين يلبطوا محاتهم ثانيا هناك تعهدات إيرانية وغيرها وهذه الميليشيات أنها ستسيطر على الوضع وأن العملية السياسية ماضية في طريقه وأن فسادهم وخرابهم وحصصهم ومكاسبهم باقية مثل ما هي نعم قد تتقلص قليلا لأن هناك رصوص خارجيين أيضا يريدون حصة حتى يحموهم أكثر فتتقلص أكثر لكن ليس للمواطن العراقي ليس لطرف المعارض ليس لأصحاب الرأي الشريف لأن هؤلاء لا مكان لهم اندخلوا في هذه العملية انتهت هذه العملية هم لا يريدون أما أن تكون معنا أو أنت عدونا هذا مبدأ بوش يعني لو أنت ويانا لو أنت أرهابي هذه القضية هم متبنين هذا المبدأ أما أن تكون معنا وفي خندقنا أو أنت عدونا ويجب أن نقك لك هكذا يتصرفون فاللي يريدون يقتلوا يعطوا فلوس يعطوا مكاسب أبدا لا يعطون مكاسب وهذه لن يضحوا بها لأنهم أدخموا بالمال شراهتهم وطمعهم أكبر من عقولهم بكثير فلذلك عقولهم تصور لهم أن هذا الطمع وهذه الشراهة هذا حق وواجب والبعض منهم عندما تتحدث إليهم ماذا تفعلون يقولون هذا حقنا هذا حقنا نأخذ ونحن نحكم البلد ونحن لازم نأخذ هذا الحق وبهذه الطريقة ضيعة أو بستان لهم يقطعون ما يشاء ويزرعون ما يشاء ونم لا يزرعون يقطعون ما يشاء ويأكلون ما يشاء منه والشعب ليموت جوعا ليموت قهرا ليموت مرضا هذه قضية أخرى نعم دكتور عبد الحميد العاني المراقبون يعني يرجحون بل هم متأكدون مراقبون محللون مهتمون رأي عام أنه نسبة المقاطعة الشعبية للانتخابات التي ستجري في السنة القادمة الحقيقة ستكون ضرب أو نوع من الفضيحة السياسية المدوية للعملية السياسية ومشروع الاحتلال طوال هذه الفترة يعني من 2003 إلى اليوم الضرب القادمة ستكون قاسما قوة العملية السياسية باعتقادك مهتمة لهذه ما يسميها الفضيحة السياسية التي تنتظر هذا المشروع مهتمون يبحثون يدرسون لتجنب هذه الفضيحة طبعا القضية ليس متعلقة فقط بقول عملية السياسية بل مشروع يعني حتى أمريكا وإيران الرعيتان الأساسيتان لهذا المشروع مهتمون محزونون يعني كما نرى ونشاهد أنه لا يوجد أي مؤشرات لهذا القلق من قبلهم يعني كأنهم مطمئنون لأنه وعود خارجية من أسحاب أسياد هذا المشروع بطمئنتهم وإبقائهم على هذه وإلا فهي كل العمليات الانتخابية الماضية هي فضيحة سياسية يعني مخرجات الانتخابات منذ 2003 إلى 2004 إلى الآن هي كلها فضيحة المخرجات فضيحة ما جرى فيها فضائح الانتخابات الماضية بالمناسبة اللي هي المقاطعة الكبيرة 82% فضيحة كبرى لكنه المجتمع الدولي وخاصة أسياد المشروع أمريكا وإيران هم يتسترون على هذه الفضائح ويمرون عليها ولا يأبهون بأي رفض شعبي حقيقي الانتخابات بالمناسبة الماضية اللي هي الأرقام تتحدث أرقامهم هم ليس فقط أرقام المحللين وغيرها أرقامهم هم يعني ادعوا هناك مراقبين يعني بين يدي أرقام الآتية من الانتخابات 2018 بإعلان المفوضية 75 مراقب محلي ودولي 75 ألف عفوا ناسف 75 ألف مراقب محلي ودولي 133 ألف واربعمائة وستعش ممثل للأحزاب الكيانات المشاركة بالانتخابات يعني المجموع تقريبا 200 ألف وثمانية وثمانة ألاف رغم هذا التزوير حصل والمقاطعة حصلت ولكن المخرجات اللي هي أقل من 18% المشاركة والذي جرى فيها التزوير قبلت هذه النتائج وتعامل معها أسياد المشروع وأجبرت كثير من الدول على أنه يتعاملون مع هذا المخرج بحسب شرعية الانتخابات وقوانين الديمقراطية العالمية هؤلاء لا يمثلون يعني مجموعة من الفاسدين وصلوا لما المشتماع الدولي أو الإقليم تعامل مع هذه الانتخابات على أنه أمر واقع وحقيقة بالنهاية حصل انفجار شعبي عندما كانت هناك مقاطعة شعبية لم ينتبه إلى هذا الاحتجاج إلى هذا الرفض إلى هذا النقمة تحولت إلى تحول إلى نقمة شعبية خشنة في الشارع ولذلك هو هذا المؤول لا لا يؤول لا يعول على أي تغيير خارجي ولا على تراجع هذه الأحزاب وندمها وربما تغيير منهجها أو حتى يعني لا يعول على التخفيف من فسادها ومن إجرامها التعويل على أنه الشعب العراقي كما خرج في هذه التظاهرات التظاهرات أو أي طريقة من طرق التعبير عن عدم الرضا ومنها من أهمها اللي هي المقاطعة مقاطعة حقيقية وواضحة ومقاطعة كما جرت في الانتخابات الماضحة ليست مقاطعة لا مبالات ليست عدم مشاركة لا مقاطعة إرادة مقاطعة بغرض معين وهو أنه رفض مقاطعة رفض وهكذا يكون موقف سياسي معبر حقيقي حينئذ لا سيكون التغيير الحقيقي بتغيير الإطار العام لهذه العملية السياسية نعم دكتور قحطان الخفاجي في نقطة ترجيحات المقاطعة الكبيرة للانتخابات هناك ترجيحات أن تكون نسبة المقاطعة أكثر من 90% تتجاوز مقاطعة انتخابات عام 2018 إذا ما وصلنا إلى هذه النقطة من المقاطعة الشعبية للانتخابات وهناك أيضا تظاهرات ضد العملية السياسية هذا النظام يعني كيف سيسوق أو يقدم نفسه للمنظومة الدولية للإقليم في السابق كان يقدم نفسه أنه هذا نظام نتاج صناديق الاقتراع والانتخابات والإرادة الشعبية الآن الإرادة الشعبية ترفضه بنسبة 95% كيف سيقدم نفسه كيف سيبقى كنا من فضل الله عز وجل واحد من العراقيين الذين سعوا إلى مقاطعة الانتخابات والشكر نجح العراقيون في المقاطعة وأكدوا للعالم مدى رؤية العراقيين إلى الحقائق الانتخابات عندما ظهر الماضية 82 مقاطعة نحن أمام الجهات التالية أول الجهات الخارجية الفعالة أمريكا وإيران والأحزاب المشاركة وعموم الناس ثلاث جهات الدول الخارجية أمريكا وإيران أمريكا لا تطعن بمن تجدهم العملية سياسية خاطئة وتحاول أن تداري حالها علها تصحي الحال داخل ذاتيا إيران لا تطعن وأكد ذلك لأنها نجحت ونجح أعوانها في الوصول إلى سرز الحكوم لكي ديوشان العراقي الأحزاب المشاركة التي تتحكم أي شارع من فضله الله سبحانه وتعالى أنه أدرك آلية أخرى للرفض لهذه العملية خلال بتظاهرات كبرى لذلك الآن نحن كمتابعين وقريبين على متظاهرين الآتي من الفعل وهو عند الشارع الثائر كان بسلميته قد أكد سلمية والشعب العراقي في تغيير العملية السياسية سيكون عبر مقاطعة كبيرة إن شاء الله للانتخابات نحن نتوقع ونأمل مقاطعة كبيرة جدا لعملية السياسية هذه والانتخابات هذا سوف تجعل نقطة أساسية أولا صلابة الموقف العراقي والشيء الآخر هشاشة أو لا شرعية هذه الانتخابات ستجمع الحالة التي ستنتج بالدلة على المقاطعة الكبيرة حالة أجبار كبرى من العالم والإراق اللي لا يعتمد لها الانتخابات السبيلة إذن المقاطعة كبيرة وحجج تخريج نفسهم ستكون هزيلة وأتوقع بالدلة السبيل الأسلم لسلمية التغيير يكمل في إتمام عملية المقاطعة الشعبية للانتخابات دكتور رافع الفلاحي رفض شعبي للعملية السياسية تجلى في التظاهرات تجلى في المقاطعة السابقة للانتخابات وهناك ترجيحات أن المقاطعة ستكون أكبر مما جرى في العام 2018 يعني قول عملية السياسية لم يبقى أمامها لا شرعية الصندوق حتى بين القوسين ولا أي شرعية أخرى كانت تتكى عليها يبدو هي مراهنتها فقط على سلاح الميليشيات وتستحضل تجربتها مع القتل والاغتيالات مع المتظاهرين يبدو تغريها هذه التجربة بأيضا من يرفض البندقية برأسه نعم بالتأكيد أستاذ ماجد هم يعني أدركوا أخيرا أنه يعني هم الآن في وضع حارج جدا هم ليس لديهم شرعية إنجاز لم ينجزوا شيئا سوى الفساد والقراب والدمر والشعب ثاء الضد هذا المنجز وليس لديهم شرعية صناديق لأنه هذه كذبة كبيرة يحاولون يضحكوا بها على الناس والناس كشفتها بالمقاطعة وغيرها فالشرعية من كل الاتجاهات ولا شرعية دينية هذه الشرعية الطائفية اللي يمررون بيها أنه المرجعية الفلانية والمرجعية الفلانية تؤيدنا هذه أيضا الناس ما عادت تزغي لها لأنه بالأول والأخير الإنسان ينظر إلى حياته إلى تفاصيل حياته إلى حاضرة ومستقبلها ماذا سينفع أهله وماذا سينفع نفسه وماذا سينفع أولاده ووطنه وبالتالي هذه المنفعة غير متوفرة هم أفلسوا من كل هذه لذلك ذهبوا إلى القتل ذهبوا إلى القتل بشكل شديد لكن لم ينفعهم الحقيقة يعني أخيرا أدركوا أنه حتى القتل قد تقتل أمن العراقين هل نستطيع أن نقتل بالتالي هم يفكرون هكذا إذا ما أردنا أن نستمر بهذا القتل هل سنقتل عشرين مليون عراقي الشعب العراقي كله ضدنا يعني وبالتالي قد رح نقتل عشرين مليون إذن علينا أن نرهبهم ونذهب بهم إلى الانتخابات لذلك هذا الأصرار عن الانتخابات ونذهب للانتخابات وتعالوا بالانتخابات وغيروا بالانتخابات والكاظمي يصرخ ذهبوا للانتخابات ومقتدى الصدري يصرخ ذهبوا للانتخابات وغيروا هذه الكذبة يريدون أن نضحكوا على الناس تعالوا للانتخابات كي يقولوا هذا الشعب قد انتخبهم وبالتالي سلطة استبدادية قوية تمدد في عمر العملية السياسية وتمدد في عمر الفساد والخراب والمكاسب والطائفية وضياع العراق هذه أيضا أفلسوا منها الوضع الآن في نقطة حرجة جدا في منطقة حرجة يعتقدون وهكذا لذلك مقتد الصدر ذهب إلى البيت الشيعي هم يتكئون على الطائفية كلما أحسوا بخطأ كبير الآن يتكئ عليها لأنه لا مناصة إلا هذه وهذه التحذيرات التي شهدناها عندما يظهر مقنعين شهدنا بالفيديوات يهددون الناس وهم أتباع مقتدى أنه من يعتدي لا أحد يعتدي على مقتدى مقتدى هو الذي اعتدى على الناس هو الذي قتل الناس من شتم مقتدى ومن اعتدى عليه الناس كانت تهتف للعراق تهتف من أجل العراق فلم يعتدي عليه أحد هذه وسيلة لترهيب الناس إذا لستم خايفين لماذا أنتم ملثمين إذا أنتم تطالبون بالحق وتقرون آيات من القرآن الكريم والدولة لكم والشعب لكم ومقتدى لكم لماذا أنتم ملثمين ولماذا تتصرفون بهذه الطريقة العصابية الطريقة الميليشياوية بهذه الطريقة إذن هناك خوف ورعب كبير من أن ذاهبين إلى مستقبل مجهول والشعب يسبقهم بخطوات شكراً للدكتور رافع الفلاحي الكاتب البحث السياسي شكراً للدكتور عبد الحميد العان الناطق الرسمي باسمهية علماء المسلمين وشكراً لضيفنا عبر اسكايب الدكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية كانوا ضيوف هذه الحلقة من طاولة حوار والتي بحثت في قدرة وجدية الانتخابات القادمة وقواها على إحداث التغيير المطلوب أو المأمول أو الضروري في العراق شكراً للمشاهدين الكرام حتى نتقي في الأسبوع القادم في أمان الله اشتركوا في القناة